موسيقى السلام عليكم يشكل المنجز الثقافي لأي بلد مؤشرا لمدى فعالية الجهد الإنساني والحضاري فيه فهل جاء المنجز الثقافي العراقي معبرا عن الحالة الثقافية والاجتماعية التي يمر بها البلد وما هي طبيعة المشاكل والمعاوقات التي اعترضت النهوض به وما هي سبل تطوير هذا الواقع في القادم من السنين نظرة على المشهد الثقافي والأدبي العراقي مع ضيوفنا الكرام الدكتور علي حداد ناقدو أكاديمي السيدة علي طالب كاتبة وروائية والشاعر خضر خميس مرحبا بكم في استوديو بالعراقي دكتور علي حداد بعد أكثر من خمسة عشر عاما من 2003 إلى الآن هل نستطيع أن نضع فوارق مهمة وميزة الأدب العراقي ما بين ما قبل 2003 وما بعد 2003 نعم في البداية أود أن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة لا شك أن أي تحولات وأي تغيرات على المستوى السياسي تنعكس في أفوق الحياة الاجتماعية ومتغيرات الواقع اليومي وبما أن المبدع والمثقف هو جزء من هذه الكينون المتحركة فكان لابد أن تحصل متغيرات في مساحة الثقافة العراقية وطبيعة هذه التغيرات لم تكن باليسيرة ولم تكن بالبسيطة إنما كانت بمستوى درامي عالي وعلى هذا كان لابد أن تحصل فعلا متغيرات كبيرة أبرز هذه المتغيرات دكتور الحقيقة أبرزها بدأت مع المرحلة الجديدة فيما بعد 2003 حرية المثقف العراقي حرية المبدع صارت أكثر اتساعا بل ربما دخلت في إطار من الفوضى على أنها فوضى حميدة بجانب منها لأنها تركت مساحة هائلة وكبيرة لأن يتمدد الإنجاز العراقي ويتسع فتحت آفاق لدور نشر جديدة أنتجت أجيال أيضا من المبدعين من الأدباء هذا الخضم المتدافع المشتجر كان جديدا في جوانب كثيرة منه طبعا ظروف المشكلات الإشكالات الوقاع التي كانت حادة في كثير منها وكانت قاسية على البنية الاجتماعية العراقية وعلى أجيال من الشباب العراقي كلها كان لابد أن تنعكس فيه المنجز الأدبي طيب يعني هذه التحولات هل هي عافية للأدب؟ هو إذا ما أخذنا أن الثقافة بنية فوقية كما يقال فحقيقة من ينظر إلى الواقع الثقافي العراقي يجد أن هذه البنية لا تتأثر بسهولة بالبنى التحتية ومتغيراتها الأدب العراقي ظل على مختلف مراحله بقي متعافيا بقي معطاء بقيت أجياله تتتابع وتنتج سواء كان في الدراسات الأدبية النقدية الشعر الرواية المسرح على قلة وتحجيم دورة في الحياة العراقية الراهنة هذا يعني أن الثقافة العراقية قادرة على أن تتجاوز هذه التراكمات التي تحيط بها هذه النخبوية العالية للمشهد الأدبي يعني ما زال البعض يتحدث عن عزلة أدبية عن مجتمع عراقي هي ليست نخبوية بمعنى أنها منعزلة نحن الآن في مرحلة تجاوزنا فيها الذات المبدعة واشتغالاتها على همومها واشترارها لمجمل مشكلات ضيقة وهذا واقع حقيقي نعايشه كان لابد المثقف العراقي والمبدع العراقي أن ينفتح على مشكلات واقعه وإلا من أين يأتي بما يريد أن يعبر عنه لم يكن منسجما مع محيطه الاجتماعي والسياسي هذا المحيط بتداعياته سمح للمبدع العراقي أن يفتح عينيه على مساحة أوسع ليقتنص ويقف عند تلك المشكلات ويحيلها إبداعا حقيقيا ولذلك نجد أن الإبداع العراقي حقيقة تدافع وازدحم مشهده في هذه المراحل بغض النظر عن طبيعة ما يمكن أن يقال عن نوعية ومستوى ما سأعود إليك بالتأكيد سيد علي طالب مرحبا بك مرة أخرى من أول رواية عراقية إلى 2003 الإحصائيات تقول بحدود المتين رواية صادرة في العراق ومن 2003 إلى الآن أعتقد 850 رواية عراقية هل نستطيع الحديث عن عصر الرواية العراقية وإزاحة بعض الأشكال الأدبية؟ هو التعبير الأفضل عصر استسهال كتابة الرواية عصر استسهال الكل اليوم في حماك المطاردة وراء الرواية بما أفقد بعض النتاجات الصيغة الحقيقية لكتابة الرواية وبما أنتج روايات احتلت الرفوف أكثر مما احتلت ذاكرة قارئ ومستقبل بالتأكيد هذا الحكم ليس جزافا ليس فقط أن هذه رواية عراقية علي أن أركنها لا الرواية تعطي نفسها ومجرد أن تبدأ بقراءتها إذا تحملت وأكملت ستجد أحيانا أنا لا أقول غالبا أن الوقت هدر عبثا روايات مميزة موجودة هذه الروايات المميزة هي المهمة وللأسف لم تأخذ حقها بس العدد 800 نتيجة هذا الكمب سيطلع من عندها نوع جيد أنا ماذا أقول للكل؟ أنا قلت أغلب الأعام الأشمل هناك استسهال في كتابة الرواية شنو سبب الاستسهال؟ هل ما ذكره الدكتور علي؟ يعني فتح غطاء الحرية ودور النشر الموجودة عندك فلوس تطلع بـ 800 دولار؟ بضبط هي سهلة هل أسباب أخرى؟ لا هو شوف أنه كل اليوم في حمى كتابة الرواية يقال أنه العصر هو عصر الرواية وليس عصر القصة بما أزاح جانبا والشعر؟ والشعر طبعا سيد المواقف في كل الأزمان اليوم كتب الشعر يمكن تزاحم الرواية موجودة بكثرة يعني الشعر ما نزح من الرواية؟ الشعر أبدا ما تعرض إلى انتكاسة تعرض إلى تصاعد يعني اليوم عدد الشعراء اللي يدخلوا إلى المشهد ربما أكثر من العقد الماضي أو العقد اللي قبله الله يبشر لا ما هي ما كانت نجال مية يعني أنا أنا لا أسمع شعرا غالبا وبقي الشعراء المهمين المميزين هم من احتلوا المشهد ولا زالوا ربما أضيف إليهم اسم أو اسمين نرجع للرواية ما الذي يجري داخل الرواية العراقية؟ هل فعلا نحن نستطيع أن نكتب رواية عراقية قريبة من هموم المواطن تعكس وتصور الواقع والمتغير الاجتماعي السياسي الثقافي كامل المشهد تمام من يكتب رواية اليوم في العراقية يأخذ جانب من الجوال تمام لا يدخل في كل التفاصيل الرواية التي لا تدخل ولا تقول كلمتها بمقطع كامل تأخذ مقطع عرضي واحد تبقى محدودة أحيانا عنوين لا علاقة لها بالمثل تكمل الرواية تقول لماذا استخدم هذا الاسم؟ هل لي إغراء المتلقي؟ هل لي سحب قارئ؟ هل لي إشغاله بثيمة هي غير حقيقية؟ أو ربما لاستخدام الرموز ونحن نعلم أن هناك العديد من الرموز المهمة التي استخدمت كعنوان ربما تجذب شريحة جيدة مرودة فيها ترويج يكون هذا الترويج لم يكن في صالح المؤلف لأن هناك قارئا ذكيا قارئ متابع حقيقي أنا قلت في يوم ما أن القارئ العراقي يصعد بموازات الكاتب لا يتخلف عنه وأحيانا قد يتجاوز حتى الكاتب القارئ العراقي قارئ حقيقي وليس قارئ هامشي في قارئ للرواية في العراق؟ هناك قراء وليس قارئ واحد ومن كل الجنسين أنا اللي يعجبني له ما هو إحنا عدنا شوفي يعني ستعالية إحنا عدنا مثلا واحدة من العلامات هي بيع الكتب نعم كيف هو سوق الرواية؟ كيف هو سوق الشعر؟ راح نقيس من خلاله القراء العراقي سوق الرواية هو أكثر بيعا من سوق الشعر غالبا حتى من تروح لدار نشر يقول لك يعني يا ريت له رواية مو بشعر هل بسبب الجوائز التي أعطيت للرواية؟ وكانت هذه بعض المحفزات لشريحة بأن تكتب وأن تدخل وقد تفوز وقد نحن نعلم أن شهرة الكاتب والمثقف العراقي ليست بالمعنى الحقيقي لإنتاجه نحن لا نجي صناعة نجوم بالواقع الحقيقي ربما جائزة قد تعطينا هذه الشهرة التي هي من حق الأديب من حق المدى تمام إلى هذا السؤال وهو دور النقاط في فرز هذه القضية ولكن في محاور أخرى خضر خميس الحمد لله على السلامة الله يسلمك شكرا جزيلا شخبار سوق الشيوخ والله بخير ويسلمون عليكم هل ما زال صراع الهامش والمركز موجودا بالنسبة للثقافة العراقية؟ أبي حسرة أعتقد تقلصك كثيرا زين يعني الراعي للثقافة العراقية يجب أن يكون أن تكون وزارة الثقافة أولا وثانيا هو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ولكن أنا يعني شنو بالك فكرة الراعي؟ الراعي أولا بالدعم فلوس يعني طيما ماديا لا ليس ماديا معنويا أيضا يعني مثلا نجد أن يجب على وزارة الثقافة أن تجعل هناك جوائز أدبية في الرواية في النقد في الشعير ما هي موجودة جائزة للبداع؟ جائزة للبداع قليلة ولكن نرى أن شعراء أن شعراءنا يحصلون على هذه الجوائز من خارج العراق أغلبهم ولكننا نجد أن هذا الفارق قد تقلصه بالنسبة للهام بين الهامشي والمركز بين المحافظات والمركز مع اتحاد أدباء العراق أكو سالفة الدوخ يعني سالفة الهامش والمركز بعدين تجي يعني ما بين بغداد والمحافظات بعدين تجي للمحافظات يقول لك المركز المحافظة مركز والأقضية والنواحي هوامش هذا الصراع الثقافي صراع الوجود وصراع الهوية احتينا عن ناصرين مثلا هل موجود الآن سوق الشيوخ أعتقد نشطة الشاطرة بها كانت فعاليات جيدة أكو صراع بين المركز والأقضية والنواحي؟ حتى وإن كان موجودا ولكن الإبداع هو الذي يفرض نفسه إذا كان في القضاء هناك إذا كان مبدعون منتجون يكون أفضل من مركز المحافظة ربما تجد من المحافظة تجد شعراء أيضا نجدهم مبدعين يكونوا أفضل من المركز في بغداد طيب المشهد الثقافي نحن عن سوق الشيوخ مثلا أو الناصرية تزاحم الرواية والقصة والشعر كيف هو قراءتك للمشهد الثقافي هناك؟ في قضاء سوق الشيوخ مثلا مثلا في قضاء سوق الشيوخ يوجد شعراء مبدعون يوجد أيضا قصاصون مبدعون يوجد فلنانون تشكيليون خطاطون على مستوى العرب موجود من الشعراء انطلق إلى أفاق رحبة وقرأ خارج العراق نجد مثلا الشاعر أجود مجبل أيضا هناك لا أقول أنا أيضا قرأته في القاهرة في دار الأوبرا المصرية وفي اتحاد الأتباء أثر يعني مو هذا الموضوع أثر المشهد الثقافي مثلا هل سنأخذ نحن سوق الشيوخ؟ عراقيا عينة أثر المشهد الثقافي في سوق الشيوخ على الواقع الاجتماعي في المدينة في الناحية هو يجب أن يؤثر المشهد الثقافي حتى على الحياة الاجتماعية يجب أن يكون محفزا محفزا هادفا أيضا هناك مثلا نقد القضايا السلبية ربما حتى نقد الدولة من خلال الشعر من خلال الرواية يعني أنا تحدثت مع الست عالية طالب عن رواية أيضا هو من سوق الشيوخ الأستاذ أحمد الجنديل بروايته مملكة الثعابين رواية ناقدة ولاذعة جدا بحيث تستطيع أن لا تتركها عند قراءتها مشهدنا الثقافي في سوق الشيوخ مشهد رائع وكبير نحن لدينا مركز ثقافي في سوق الشيوخ ولدينا أيضا تجمع ثقافي وهناك بيوتات تقيم جلسات أيضا لدينا مجالس أدبية لدينا مجلس الحيدر مجلس السفاحة الثقافي لدينا مجلس الطرشة الثقافي وأنا لدي فاصل نعم أذهب إلى فاصل أول ابقوا معنا مشاهدينا الكرام حياكم الله ومشاهدين الكرام وحديثنا في برنامج بالعراقي عن نظرة للمشهد الثقافي العراقي والأدبي على وجه التحديد دكتور علي حداد المحور الأول يعني صار حديث الأدب والثقافة بعافية ولكن السؤال وربما بالفاصل تحدثت بعض الشيء علي طالب عن هذا الموضوع إذا كنا في مشهد ثقافي وأدبي عالي المستوى لاحظك الآتي تقدم العشائرية القبلية منسوب التحضر والتمدن في انحدار الآن أبسط الأشياء تحدث الدولة ما لها علاقة ما تحلها يعني إذا كانت الحياة الثقافية تسير بعافية كيف ممكن الحياة الاجتماعية تتراجع بهذا الشكل هي بالحقيقة نحن دائما نقرن كل المستويات أو جوانب الحياة برؤية واحدة ونتمنى أو نرغب أو نطالبها بأن تسير بخط واحد وهذا صعب يعني في مرحلة الانحطاط الحضاري العربي ظهر المتنبي مثلا ظهر بن خلدون تمام الحقيقة يعني الواقع يتحرك بمشغلات أكبر من قدرات المثقف هو يتمنى ويسعى ويبحث عن دور لكن هناك مهيمنات أكبر من وجوده المهيم الاجتماعي المهيم السياسي يحاول أن يخترق هذا لكن الأمر أيضا يحتاج ربما إلى أكبر من هذا أنا قبل فترة لا أعرف إن كان وصلتك أرسلت لجميع تقريبا المثقفين العراقيين دعوة لإنشاء ما أطلقت عليهم موقتا مسمى البرلمان الثقافي بمعنى أن يجتمع المثقفون ليصنعوا دورا لأننا الآن كلنا نتكلم عن الأسوأ والسيء والحال والفساد وما إليه على صفحاتنا وعلى كذا بحث عن دور سياسي لا لا دور ثقافي فاعل في البنية الاجتماعية في الوجود الاجتماعي في أن يخرج فعلا المثقف من نخبويته كما تفضلت ليصبح جزءا فاعلا مؤثرا الصوت الثقافي الآن متشضي كلنا نكتب على صفحاتنا كلنا نتحدث فيما بيننا في مجالسنا عن الواقع وعن سوءه وعن السياسيين وعن الفاشرين منهم وعن الفاسدين لكن الفعل يبقى فعلا فرديا ولذلك يبقى بحدود أننا نتكلم وندين دون أن نحول هذا إلى فعل معرفي إلى فعل اجتماعي مؤثر أنا أعتقد المثقف العراقي بما يمتلك من موهلات ومن وعي قادر فيما لو وحد صوته مع أصوات زملائي أن يؤثر فيه هل علاقة السياسي الملتبسة بالسلطة هي سبب أيضا بعدم سماع صوته هو على مر الأزمنة العراقية المعاصرة ظلت الثقافة تشتغل على هامش السياسي وربما بالضد منه وربما عن عنادا به صوت النقدي لأن دائما السياسي معلسة في تاريخ العراق لو استعرض سنجد أن من تعامل مع واقعه في بعده السياسي وفي بعده الاجتماعي كان ينظر إلى الثقافة على أنها الند وعلى أنها القوة التي ممكن أن تسيء إلى وجوده ولذلك هو أما أن تجافاها بنوع من العناد أو يجيرها لخدمة ما يريد من خلال استمالة بعض المثقفين مع الأسف في مراحل تاريخ نجد من هكذا مثقف نستطيع أن نقول عن المثقف الذي ينتهز فرصة رغبة سياسي فيبيع إبداعه أو يبيع وجوده هناك أدوار مختلفة فرضت على المثقف وعلى المبدع بالذات أن يتراجع لوجود قوى طاغية في الحياة العراقية الظروف ما بعد 2003 تاحت لتلك القوى أن تفجر كل طاقاتها وكل رغباتها وكل ما تسعى إليه ووجد المثقف نفسه محاصرا إما أن يعني يواصل الصمت كما كان في النظام السابق أو أن يتحدث بمعية من معه لكن هذا يبقى بعيدا عن التأثير بحكم هيمنة هذه المواضعات كما قلنا في أول كلام سيدة علي طالب نفس الموضوع الذي بالفاصل حجيتي نعم منسوب المدنية يتنازل ومنسوب التوحش يصعد إذن أين المثقف أين المثقف وما دام مشهدنا الثقافي متعافي وين لو إحنا عايشين بمعزل تماما عن العالم متعافي فيما ينتج من إبداع ما هو غير هو هذا السؤال يعني ينتج يعني كمن ونوع هل العمل الإبداعي هو يعني عاد سرية خاصة بين 30% من شباب الآن أميين إذا موثرت تمام نعم ستعالي هي هذه المفارقة يعني أنا ما أحب أنه أنا أخذني الغرور وأقول لا إحنا في عافية تماما وإحنا في مصاف الدول المتقدمة في حجم الإنتاج أن أكتب دون أن يستفيد مني المجتمع ويغير إذا ما كفى هذا من كتاباتي أن أقول أنه أنا متميزة بطاقة جلسات يومية ومؤتمرات وندوات والنتيجة شنو أثرها على المجتمع هذا المجتمع لا يزغي غير موجود حجم من يقرأ ويتابع ويتفاعل لا يزيد عن 20 إلى 25% الباقي همومة والله نسبة زينة هاي كلش متفائلة متفائلة هي أقل هي أقل بس خلينا نشر كل اللي عندنا الباقي ملتهي بمن ملتهي بمحاربة السياسي مع نفسه بالمناسبة مواطننا اليوم لا يحارب السياسي في العلن يعني ما لعلقة بما يجرب ساحة التحرير من اعتصامات من صراخ من ضحك أحيانا وساعتين ثلاثة وكل من يروح البيت ما الذي أنتجناه من متغير سياسي من متغير اجتماعي ربما يؤثر بالتزامن مع وجود مثقف فاعل ليس هناك من نسبة جيدة بس الآن نتحدث عن المثقف اللي يتحرك يعني أيضا المثقف كان جزء من حركة الإصلاح والتغير والمتظاهرات لكن النتائج تكون جيدة بالكتابة وبالحراء يعني نفسهم يرحون يشيلون أعلام ويطلعون هذا يعني رمى حجر أليس هذا المثقف العضوي هذا المثقف العضوي رمى حجر في بركة مليئة بالفساد مليئة بهذه القبلية والعشائرية التي تفتقد الإصلاح للواعي سووا مليشيا لا لا علي أنا قلت للمشاوي قلت للخضر قلت لإذا أنت تقول لي أنه أبسق شي وأكو تفاعل قل لي كم مثقف تعرض إلى الإذاء أو القتل لأنه هو قال بقوة يعني تتردين خليه موت المثقف مثقف ينقتل يا الله يقول عليه هذا مثقف عضو أنا اليوم كل شفرح لما أعرف أنه مثقف قبل لا طيح براستش بعدين والله قابله قبل أن يضحي بحياته في سبيل هدف ممكن أن يغير بنية المجتمع أن نعيش على الهامش بهذه الطريقة السلبية ونسقط في اللاجدوى ونسقط في شعورنا بأننا لا نحدث تغييرا هذه مو حياة مثقفين السؤال هل نحن نشكل قلق للآخر الديني والعشائري والسياسي نعم نحن نشكل قلق نشكل قلق لماذا أنت تذكر في فترة ما امتلأت بغداد بلافتات ضد المثقف ووصفنا بأننا فكر والحاد لسنا مثقفين في المقابل هناك مؤسسة ثقافية صمتت عما يجري رسميا وهناك اتحادات وجمعيات حاولت أن تصرخ بوجه من وصفنا بأننا بؤر للحاد ولسنا بؤر للتنوير ولسنا إشعاع الثقافة وتصدير خطاب سلمي للآخر ثقافة الجمالية مفقودة اليوم في البلد الذوق العام متردي إذن هناك مثقف لم يأتي ثمار بما فعل هناك مؤسسة ثقافية تتفرج على واقع مجتمع ينحدر ما الممكن الذي يفعله المثقف أن يذهب إلى يذهب إلى هذه المجتمعات التي بدأت تتدنى أنا ما علي بالمركز هل هو دور الشاعر دورة مصلح نعم دورة مصلح ليس مصلح اجتماعي دورة مصلح تنويري مصلح تثقيف مصلح إبادة الأمية لدينا أكاديميين وأميين يا أخي أنا أعرف من يحملوا الدال حينما تجلس لتتحاور معهم تكتشف أن من لم يكمل دراسته ولديه مستوى من الثقافة هو أكثر تنويراً وفكراً تثقيفياً من هذه الهداد جاعة تعممين لا 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 مو تعميم تريد أعدد بالأسماء والله ما عندي بانا تمو قلت خلي وقت ما عدنا والله ها إذن اتفقنا زين إن العدد كبير لأن لو كان العدد صغير لكان الوقت كفانا بالتعداد دورة المثقف أن يذهب إلى المناطق المظلمة وليس أن يجلس في أروقة مضاءة جيداً ويصدر خطابه وإلا الله بالخير عليك من رح يسمعها رح يسمعها مننا الله بالخير عليك نعم الانتخابات اللي مضت إجقد مثقفين دخلوا للانتخابات وإجقد أكاديميين بالمئات دخلوا دخلوا للانتخابات وراحوا للعشاير وللبيوتات يش فشلوا؟ يا أكواحد صعد منهم أبداً واحد اثنين صعدوا واحد اثنين صعدوا ولأسباب لأسباب فشلوا لأنهم هذا هو ترجمة للي داقوله هذا المثقف لم يجيد إرسال ما لديه إلى المجتمع لم يحدث تغيير لو هذا المجتمع حاس أنه هذا المثقف دوره كله مهم كان انتخابه كان صعد اللي نزلوا بالانتخابات عدد هائل من الإعلاميين والأدباء من صعد منهم واحد اثنين ولأسباب معروفة لأنهم تلقوا دعم سياسي من الكتل اللي يرشحوا عليها إذن المثقف فشل في إيصال صوته فشل في إقناع المجتمع بأنه هو مهم جميل وننتقل إلى خضر ننتقل إلى خضر ناصرية تعيش فيه ونفس الموضوع يعني يعني منسوب الثقافة والأدب العالي الموجود يقابله أيضا القبلية التي لم يشهدها العراق مثل ما شهدها هذه السنوات يعني إذا طفالتين تعاركون ثاني يوم العشائر تقوب بيناتها وين التحضر وين التمدن وين أثر الأدب وأثر الإبداع وأثر الثقافة على بنية المجتمع الفكرية والثقافية والمعرفية المثقف حارم الرسالة عليه أن يبث هذه الرسالة إلى مجتمعه سواء أخذ بها المجتمع أم لم يأخوه البث أكو شبكة لو لا عند المجتمع تستلم منه لو لا إذا كانت موجودة تستلم أنت في مدينة وعايش صار لك سنوات ما أرد أجيب أمرك أمرك الشبكة المجتمعي عنده شبكة يستلم يستلم بث المثقف لو لا نعم موجودة موجودة من خلال مجالسنا الثقافية من خلال تجمعنا الثقافي من خلال منتديات نعم الأماسي الثقافية غير خاصة بالشعر والقصة والرواية بل تتعدى إلى قضايا اجتماعية ما هو دور شيخ العشيرة مثلا نتحدث بها مثلا لدينا مجلس مجلس الأستاذ ماجد السفاح تمام ماجد السفاح انطلق انطلاق رائع في بعض الأحيان يستدعي ولا ستتحدث عن هذه القضايا أشوفها بالمواقع التواصل مجلس ماجد السفاح ماجد السفاح رجل نشط جدا وخاصة في هذه القضايا على البقية نرى أن هناك نرى تغييرا واضحا يختلف عن السابق تغيير نحوه شنو تغيير نحو الأحسن إن شاء الله بس قاعد نشوف احنا المشاكل والوضع الاجتماعي المهله هذا الوضع العام هذا الوضع العام ولكن نحن في سوق شيوخ نجد يعني حتى من خلال عندما تكون هناك يكون حدثا يكون الحدث عشائريا يكون تكون الأشياء خفيفة في الفصل في المرات حتى أن يوقعوا هذا الفصل طيب احشينا على المشهد الجيل الشباب الذي ظهر ما بعد 2003 هل هناك جيل نستطيع أن نقول لدينا جيل حدث هذه الساعة عن المحافظة جيل عراقي شعري روائي قصصي بإمكان بعد كم سنة يمسكون المشهد الثقافي العراقي يعني نعلم في زمن الحصار كان المثقف العراقي عموما وليس المثقف في محافظتنا أو في قضائنا كان محاصرا حتى يعني كنا لا نقرأ سوى كتب الاستنساخ في أيام الحصار يعني لا يستطيع الشاعر أي يصدر ديوانا شعريا إلا بطريقة الاستنساخ وبنسخ محدودة جدا يتلاقفها الأدباء كي يقل ولكن نرى أن بعد الالفين وثلاثة أصبح هناك انفتاحا كما ذكر الدكتور علي حداد أنه الحرية الفسحة هذه الجميلة عدم وجود رقيب استطاع الشاعر الروائي القاص أي ينشر أو يطبع هذا المنجز الثقافي حتى وإن كان على حسابه الخاص أو مع وجود دور النشر بالمساعدة وبمساعدة الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عم بعض المنشورات استطاع الشاعر الذي لم يستطع أن يصدر مجموعة شعرية بسيطة في زمن الحراء استطاع أن يصدر أكثر من مجموعة في هذا خلنشوف أثر هذه المجموعة في المحاور القادمة مشاهدين الكرام تفضلوا بالبقاء معنا فاصلوا مقصير حياكم الله مشاهدين الكرام وحديثنا عن المشهد الثقافي العراقي أعود بالحديث للدكتور علي حداد دكتور أذكر قبل سنين جانا وليد الصراف الله يذكره بالخير الشاعر العراقي الموصل لي وجايب ناشر قصيدة بالجريدة وكاتب عننا منه المرحوم على الجواد الطاهر ما يعرفه بسقر القصيدة كتب عننا إجه هو شاي للدراسة ما لكاتبها الناقد على الجواد الطاهر وهو مزهو وأذكر أيضا ثقافة الاستنساخ اللي التحدث عنها خضر خميس كان الشباب يطبعون دواوينهم بال95 96 97 وكان يكتب عنهم منه الناقد والشاعر خالد علي مصطفى كانوا ينتظرون اللحظة بلحظتها يقرؤون طبعا وكان يشتم بهم خالد علي مصطفى بجديد بس يقبلوا بس هما فرحانين طبعا هالي الحركة اختفت تماما هل هي هاي القضية التي تحدثت عنها علي طالب فيما يخص الاستسهال في الكتابة الرقيب النقدي اختفى في العراق لا هو الحقيقة موجود يعني الناقد العراقي كفاعلية موجودة لدينا الآن الحقيقة النقدي الأكاديمي اللي أخذ مسار جديد وحضرتك جزء من المشهد الأكاديمي وتعرف الآن أين اتجهت الدراسات بحيث بدت تدرس حتى شعر شباب يعني كتب عنك كتب عنه آخرين من الشعراء من الرواي مما يعني في حين هذا كان يكاد يكون خط أحمر على تعبير سياسي اي خالب دكتور هذا النقد شباب صغار يعني 25 سنة بالماجسير يكتبون مثل الناقد الكبير اللي يتابع المشهد عفوا سيد عارف بس أكمل يعني أنا أقول هناك مجالات الآن كثيرة هناك النقد الإعلامي هناك النقد الخالص هناك جلسات في مختلف المنتديات تناول الأعمال الإبداعية ربما الآن يعني بحكم سعة مجالات وكثرة المنافذ والمنابر ربما لا تجعل الفرصة يعني محددة وضيقة لتسلط على فاعلية معينة لا تنسى أيضا نحن الآن نفتقد إلى الأسماء الكبيرة في كل مجالات إبداعنا بما فيها النقد يعني كنا لدينا قامات ننتظر منها أن تكتب ونفخر حين تكتب عننا ونعايش هذا الذي تنجزه الآن ما عادت هذه الحالة يعني الآن الأبوة في الإبداع العراقي بمختلف مجالات تكاد تكون معدومة وهذا جزء من الغياب البطل في كل شيء هو جزء فعلا يعني غياب الرمز نعم نعم نحن لا نملك لا نملك السياسي ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا يعني هذا الفقدان يبدو أيضا له تأثيرة على هذا الجانب ربما أيضا كما قلت يعني وجود هذا الكمل الكبير من الباحثين والدارسين يضيق أيضا مساحات الاهتمام بفاعلية مبدعة بعينها وبالتالي تأخذ هذه المساحات من يعني خفوت ربما الاسم المعين الذي تسلط عليه للأضوار زل شنو رأيك باللي يقول اللي يدمر الثقافة العراقية هو الشعر والرواية والأدب بحيث يعني من نتحدث عن الثقافة وقالوا ايه هذا الشعر مثلا بالنتيجة أغفلنا الفكر المعرفة الفلسفة الميادين اللي يتبني الحضارة أكثر من يعني الميادين الرعاوية مثل الشعر لا هذا الحقيقة حكم لا يقلو من جور في جوانب البنية العراقية البنية الإبداعية العراقية بنية منتجة للإبداع أكثر مما هي فعلا بنية بحكم جوانب عاطفية بحكم أيضا مثل ما قلت في البدء اشتجار المشكلات في الواقع العراقي وهذا ما يمكن يجيب أيضا عن جانب ماذا كت العالية لماذا الرواية الآن الدراما العراقية يعني الواقعية الفواجع والمآسيوة تفتح أفق للإبداع السردي أكثر بما هو الإبداع التأملي في القصيدة هذا هذه الجوانب يعني لا يمكن حصرها في حيث ضيق والقول يعني أن الإبداع العراقي يعني أخذ اللي تفضلت به به هذه المساحة الآن احنا مفتوحين على مختلف مجالات التعبير ولهذا يعني يحصل نوع من التداخل أيضا بين المبدعين يعني رواية يكتب شعر شاعر يكتب رواية وما إلى ذلك شكرا دكتور علي استعالي نعم شو نريش بالمشهد النقدي في العراق هو يمكن أنت تعلم جيدا أنه إحنا حتى في اتحاد الأدباء عندنا منتدى خاص تمام وعندنا نقاد زيان لكن عندنا نقض هذا السؤال لدينا محابات جميلة بالنقض يعني أنا أعرف كله زيان لما رح يكتب عني فلان أعرف رح يمدحني محابات زيان لدينا ناقد مجامل أكثر مما لدينا ناقد موضوعي حقيقي زيان لدينا ناقد صامت أحيانا يغافل المبدع حتى لا يكسب عداوته فيسكت ثلاث أنواع اللي يكتب ناقد عنكم تعادونا يعني أهي أكيد طبعا لأنه قصور الوعي موجود قصور وعي عد الأديب وعندها هاي النرجسية القاتلة وأنه هو المبدع الأول وأنه كل ما يكتبه هو لازم أن يستلم عنه مدح حسنا هذا أمامي يعني مشهد مظلم للنقد العراقي بالضبط وهذا الناقد الحقيقي اليوم بالعراق بغض النظر عن علي جوالد طاهر علي جوالد طاهر هم كان يمسك العصى من النص كان لا يكتب بما يهاجم بالآخرين يكتب بالنص اللي يعجبه فقط الله يرحمه بمعنى علي جوالد طاهر ما كتب فيه اليوم النوم ومثل خالد علي مصطفى لا بالعكس اختلف وياك يعني علي جوالد طاهر سجالات علي جوالد طاهر مع مالك المطلبي حول البنيوية في جنة الجمهورية تختلف يا أخي لا أنا لا أدخل في التفكيكية والبنيوية مكامش من الروس مكامش على المبدأ وليس على الإسقاط على العمل المعين النص الأدبي أنا دا أحكي على المنطقة اللي دا تشتغل اليوم بالعراق انت جيت على المنطقة المزدهرة لما كانت هناك مدارس نحارب ونناقش لتبيان فوائدها ومظارها اليوم ما عندنا هذا النقاش ما عندنا عقل منتج يظهر للعراق أن هناك نظرية نقدية عراقية أتحدى الأستاذ علي يقول لي عندنا نظرية نقدية ما هي النظرية نستورد نظريات تعلم مستوى العربي لا توجد نظرية لا توجد جميل جدا نظرية إنسانية إسقاط النظريات على واقع عراقي وإسقاطها على مجمل نتاج عراقي أنتش فجوة أيضا هناك مفارقات ومقاربات لا تتفق مع النتاج الثقافي الإبداعي العراقي هنا أنا أعرف عندنا باتحاد الأدباء أسماء معينة حينما يقول لي كتبت ورقة عن قصة عالية طالب عن رواية عالية طالب أعرف أنه رح يمدحني زين أنا ما ريد اللي يمدحني مو آني إحنا قبل شوية ثرت منطقة مهمة اللي هي موضوع الشباب هناك جيل واعي اليوم يكتب قصة شاب ومن الشابات بالذات طيب هناك جيل مهم من الشباب يكتبوا الرواية وأنتم قرأت لهم بالمسابقة بالمسابقة هذه المسابقة أظهرت عندنا طاقات يعني إحنا كنا غافلين عنه حلوة هواي حلوة وشابات بغض النظر عن أنه هناك ناقدم تابعهم أو قارئ بحث عنهم أو مؤسسة احتوتهم وحدهم اشتغلوا اشتغلوا بمشغل خاص أنتجوا فكر واعي أنتجوا رؤى تحتمل البعد الحداثوي بالتصور بالنقل بالبناء بالثيمة وقفت صامت قدامهم يا أستاذ علي قلت لهم أنت جاوزتونا من كنا بعمركم حلو فعلا كتبتوا بمنطقة إحنا ما كتبنا عنها من كنا بعمركم حلو كنتوا أفضل من عندنا هذولا أنا أعول عليهم لاحقا هذولا ما محتاجين النقاد أن يمدحوهم ولاحتاجوا مؤسسات ثقافية رسمية وغير رسمية أن تحتويهم احتاجوا فقط أن يصلط الضوء عنهم ظهرت وسينبهر بهم غيري وفعلا الاتحاد احتواهم ولما سوينا لهم جلسة الجمهور استقبلهم بترحاب وباستغراب حلو خلينا أروح للخضر خميس خضر نتحدث عن المحافظات بشكل عام يعني تحتاج تدري المدن يعني العواصم الإبداعية العواصم الأدبية تحتاج إلى دعم تحتاج إلى ابونا تحتية وبنى ثقافية البنى الثقافية سنقول موجودة البنى التحتية أيضا موجودة في بعض المدن لكن مثلا أنتم في الناصرية في ذيقار هل هنا مجلس محافظة يدعم الثقافة؟ هل المحافظ يدعم الثقافة؟ هل المسؤولون يعني يؤمنون أن هذه المدينة هي مدينة ثقافية بالنتيجة هي سبب لتحول اجتماعي سبب لجذب السياح لدينا آثار ودينا الدنيا كلها مقلوبة هناك أكو هيتش الأولاء بالمحافظة؟ نعم في محافظة الثقار أتحدث لك أولا عن سوق الشيوخ نحن أقمنا مهرجانين المهرجان الأول قبل أن يكون مهرجان مصطفى جمال الدين في سوق الشيوخ أقمنا مهرجان ثقافة لا عنف في فترة عصيبة جدا وأنت تعلمها وكنت حاضرا في سوق الشيوخ ولم يكن لدينا مركز ثقافي أو تجمع ثقافي بل في مدرسة يوجد في ثانوية سوق الشيوخ فيها مسرح تم بل تأثيثه من قبل بيت الحكمة العراقي وأعطينا هذا التأثيث للمدرسة كي تفسح لنا المجال لمدة يومين فقط أقمنا فيها هذا المهرجان كان دعما من بيت الحكمة العراقي أقمنا أيضا بعده مهرجان الشهيد في بغداد بيت الحكمة في بغداد وأقمنا المهرجان بالتعاون مع بيت الحكمة في سوق الشيوخ في سوق الشيوخ بعده أيضا أقمنا مهرجان الشهيد في سوق الشيوخ ولكن ارتعينا أن يكون هناك مهرجان سنوي أسميناه بمهرجان مصطفى جمال الدين كان الدعم الأول هو من وزارة الثقافة العراقي ابتدأ بعشرة ملايين دينار لمدة ثلاث ليالي مبيت والمهرجان لمدة يومين فقط أيضا هذا كان المحافظ لم يدعم في المهرجانات الأولى بعد المهرجان الثاني وبوجود الأستاذ فاضل ثامر عندما كان رئيسا لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق يعني تحدث مع المحافظ فأعطى المحافظ قال لنا لكم كذا مبلغ ولكن تم تقليله إلى دفع جزء من من مبلغ الفندق ولكن تم الاستمرار بالتعاون معه يعني برعاية وزارة الثقافة ولكن كان دعم من المحافظ كانوا يعطوننا خمسة ملايين دينار إضافة إلى مبلغ الشسم يوفرون لنا السيارات مجلس المحافظة أيضا في مهرجان الحبوبي هذا أيضا دعم مهرجان الحبوبي في الناصر شكرا خضر خميس انتظروا مشاهدي الكرام في واصلوا أخيط وما نعود إليكم حياكم الله مشاهدي الكرام هذا المحور الأخير من برنامج بالعراقي وحديثنا عن المشهد الثقافي العراقي أعود بالحديث إلى خضر خميس يعني أنتم في المحافظات مثلا لا تستطيعون أن تقيموا نشاطا إلا بدعم المؤسسات الرسمية يعني الآن ثقافة السبونسر الرعاية للشركات التجارية مثلا ما قدرتوا تتعاملون معها لإقامة فعاليات يعني هي جزء من تنمية المدينة تنمية البشرية طرح هذا الموضوع وأنا ذهبت إلى البصرة قبل أيام واتفقت مع الأستاذ صفاء ذياب على أن تكون آسيا سيل يعني مثلا هي ممكن أن تكون رائية لمهرجان مصطفى جمال الدين قال لا تستطيع بسبب التقشف لدينا أيضا شخص تهب معنا الأستاذ علي الغريفي إلى شخص وأيضا قال لا أستطيع أن أدعم نحن خرجنا عن معطف الوزارة وذهبنا وحتى إلى غرفة تجارة ذيقار يعني أنتم ما عدت المهرجاناتكم ما فيها ميزانية داخل يعني ما أكو لجنة ثقافية بمجلس المحافظة لجنة الثقافة والإعلام دعمت مهرجان الحبوبي ولكن سوف نطرح عن هذا عن مهرجاننا إلى مجلس المحافظة ونتمنى أن يكون هناك دعم موضوع ثاني موضوع ثقافي خالص يعني مو هذا الشغل المؤسسات ودعمها وفلوسها حضرنا هوايحن بالناصرية سوق الشيوخ مهرجانات عديدة ما شفنا شاعرات ولا قصة لا لدينا قصة لدينا ستاهم هسا رجعلي شذا الموضوع لدينا قصة إيمان الشمري قصة من سوق الشيوخ زين وشاعرات الحديث عن مشهد متعافي للثقافة عموماً يعني وجود الجنس الآخر أيضاً مجالسكم يجنس وان لولا بعض لا تغمز لي هذه الكاميرا ما خبتك ترى قليل ليش يعني ربما الخوف القضايا الاجتماعية يعني ما أثر ما غير المشهد الثقافي حركة ثقافية من هذه النظرة للمفجعات العراقية في مهرجان مصطفى جمال الدين كانت تحضر نساء غير يجن من بغداد مدعوات لا 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 من المدينة من المدينة من الناصرية ومن المحافظة من المركز المحافظة ومن القضاء يعني هسا ذاك اليوم مثلاً صارت مسابقة طلعاً شابات والله يكتب الرواية ويكتب أن شعر حلو في سوق الشيوخ أكو شاعرات الآن لا ولا شاعر فصح ولا شاعر فصح قام عين يعني احنا نذكر قبل مئة سنة نسمع بشاعرات يكتب أن أبوذية ودارم لا بشعبي موجودة ونعي بشعبي موجودة موجودات بالشعبي بشعبي موجودة ومعروفات ايه معروفات يشتركين بمهرجانات يطلعان من الناصرية أو من سوق الشيوخ من عموما يعني من الناصرية موجودة الست إيمان مجيد الخيون شاعر معروفة ومتشارك بالمهرجانات المهرجانات على مستوى العراق يعني النظرة الاجتماعية ما زالت حادة إذا هذا العمل بالعكس يعني المفروض أن تلغى هذه النظرة لا تقلني المفروض المفروض طبعا مفروض وهي يتمنى عشي لي مو بالأمليات والنوايا الحسنة الطيبة على عين هذه النوايا بس حيلي بالواقع الواقع لا يعني الواقع لا ولا أكو أمل يتحرك يتغير تدري يعني لما يكون أكو تعليم حقيقي من الروضة صعودا إلى الكلية من الليالي حبالة يالذنا كل عجيبي جميل علي طالب على المشهد النسوي الأدب النسوي يعني في العراق شلون تقييمي شوف اللي جاوزت عمره الاربعين والخمسين متواجدة وتقدر تحضر في عيموت شنو ما ينخاف عليها لا ينخاف عليها وقدرت تأخذ استقلالية قواعد من المشكلة المشكلة بتجيل الجديد تجيل الشاب تجيل اللي مفروض هذا هو رح يكمل المستقبل الثقافي مو هذا الجيل من سوينا ورشة القصة والشعر راسلوني كلهم يردون يجون لكن كلهم أهلهم يمنعوهم طيب اشترطوا بعض من عندهم أن الأم تجي أو الزوج يجي أو الأخ قبلت قلت لها ماشي أوكي حتى تكلفة إقامة تخليها عليه بس تعالي حلو صار موعد الورشة اليوم اعتذرت قالت ما قبل ما قبلت بعض منهم جوي جت أمهاتهم وياهم وذول اللي جابوا أمهاتهم الله كان من أفضل الكاتبات لا تقول لي بسوق الشوخ ما موجودات لا يقول خضر ما موجودات موجودات أكيد موجودات موجودات ويكتبون بطريقة والله تساوي ما كتب سابقا لدى الشاعرات والقاصة زين لكن خوفهم من مجتمعهم خوف السلطة الأبوية القامعة العشائرية القبلية أنت قبل محور الأول تحدثت عن خلل بنيه وعند المثقف العراق ما يروح للناس أنت الآن نائب الأيمين العام باتحاد الأدباء نعم تحركت على هاي المسوان القاعدات بجيوز ورحنا عليهم يا أخي قدمت لهم تسهيلات باسم معهد قوتة زين كبيرة جدا اشتردين سيارة أنا دزلت حلو أخوش خليه جيويات حلو اشتردين تبقين يوم وترجعين هم أقبل بس تعالي ودأ أقول لك قسم استجابة وقسم لا كانت الضغوط عليها أكبر من خابرة تبتشي تريد تجي دزتلي النتاج مالتها نتاج مميز يا أخي دخلتها ضمن الكتاب لكن أنا أريد حضورها أريدها هي تتقوى بأنها موجودة لطيب في ورشة في مكان في محافظة وتبعد عن محافظته هسا هي الناصريش قلت تبعد عن البصرة زين الموجودات الآن شو نرأيك بيهم والله أنا أتفائل بتجي للشاب حلو ولأني عالية طالب ولأني أتمتع بوعي أحمد الله عليه داعمة لكل الطاقات الشابة المبدعة حلو أنا ما رد شابة تجيني مزوقة وتحضر بس على ما يقولون حضرت وتتصور أنا أريد هذا العقل هذا العقل المنتج قدرت أفرز عينات زين وبعض الأسماء مهمة وأتمنى فعلا أن نعرف شون نحتويها حتى عدكم أعلاميا بأقل من دقيقة نعم الحكومة ممكن تشكل بعد واحد سبعة وإحنا كل أربع سنوات نتصارع ونتكاون على وزارة الثقافة إيش تعتقدين وزارة الثقافة هم راح تروح محاصصة نعم ويجيبونوا واحد ما لا علاقة نعم راح تروح الواحد ما لا علاقة وتروح محاصصة ونبقى إحنا نصيح ونبقى إحنا نصيح هم عاجبهم شغلة إنه إحنا نحن نحجب مطلوب من عندنا هو هذا المثقف اللي يخلي يموت علم ويغير يا تفترين علينا تردين واحد تكتلينا أنا أتمنى فعلا هذا المثقف الثوري اللي خلي نسميه الشهيد زين يقدر يغير ويقدر يوقف بوجه هاي الحكومة ويقولها عدنا اسماء مهمة عدنا علي حدات سووه وزير ثقافة عدنا فاضل ثامر سووه وزير ثقافة عدنا أهل مكة حلو اليش مؤادرة بشعابها تجيبونا واحد على المحاصصة ما يدري الشكو يقضي طول أيام الوزارة وهو خارج العراق لما يحضر للعراق يقول ماكو فلوس خلصت لأنه الإفادات مكفت يا أخي مثقافة في تردي والمؤسسة الثقافية الرسمية تتحمل مسؤولية كل ما يجري في العراق من تخلف ثقافي جميل واليوم فيه تخلف ثقافي دكتور علي رح أخلص لك المحور هل المشكلة بالثقافة العراقية إدارة الثقافة العراقية يعني إحنا الوزارة بيتها فلوس ودستوريا هي المسؤولة على أن تصرف فلوس لإنعاش الثقافة مشكلتنا بهرم هذه الثقافة لو شنو لا تسمح لي دكتور عارف قبل سنة رحنا وفد مثل اتحاد الودباء العراقيين في اجتماعات اتحاد الودباء العرب في الجزائر تمام لما تحدث معظم الودباء العرب وقدموا بحوث وقرأوا قصائد كان معي صديقي مبدع جمال جاسم أمين قلت له أستاذ جمال تذكر أغنية فهد سالم أثارينا ذهب تيزاب الصائغ نكتبينه هذه هي الحقيقة يعني هذه تلخص جزء من مصيبتنا في الثقافة ما عندنا صائغ لو نكتبينه الصائغ نعم الصائغ دائما لا ينظر إلى هذا الذهب يعني الذي يبرق ويتألق ويعطي بدل يشوف الآن المثقف العراقي كم من الجوائز حصل عليها كم من الأسماء أنا يمكن أن تشاركني هذا الرأي أحد الأخوان من أعتقد من السودان قال يا أخي يعني حضرت الثقافة العربية في بسببكم لأنه ما أصبت تتوصلون ما تنتجون ما أصبت تتوصلون مجلة الأقلام كانت سبب والله هذا السؤال جنت تحشي أنا كنت في مهرجان خارج العراق وقام علي جعفر العلاق الله يذكر بالخير حشى وي ناقد سعودي سعيد السريحي قال لي يا دكتور سعيد شو خف جدل الحداثة في هاي السنوات قال له بسبب مجلة الأقلام ما توصل نحن الأقلام والمورد وحتى طلع الأدبية وآفاق بل أن أحد الأخوان من تونس قال أنا أصبحت شاعر أسست موتتي على مجلتي والمزمار يا سلام لأنه كانت تصنب تؤسس؟ هذا اللي كانت هذا كل انتهى وهذا ليس بيد وهذا شغل شغل ودارة هذا ليس بيد المثقف هذا بيد مؤسسة مؤسسة لا تعرف هذه الثروة الهائلة التي بينها أخشيني جاي الحكومة جاي بعد كم شهر راح تشكل حكومة إذا ما يعني أنا الحقيقة ربما أكثر تفائلا من ستعالية إذا ما استطاع المثقفون أن يوحدوا صوتهم ويتحدثوا بهذا الاتجاه ويخلقوا قوة ضاغطة لا قوة فردية على الفيسبوك وكذا المثقفين يتوحدون على شخص معين لوهم ديناتهم وصير بشاكل لم يتوحدوا لا دعناك أنه شخص بعينه لكن أن يكون من يدير دفة الثقافة وبالناسبة لا بد من فصل وزارة الثقافة عن السياحة والآثار لتأخذ مسارها الحقيقي لأن تلك فعالية لها مسارات وهذه الثقافة لها توجهات إذا ما يكون من الأفق الثقافي من النسيج الثقافي يعرف ماذا في الثقافة العراقية ما متحققها ثقافة العراقية معطائة كما قلنا إنتاج هائل وكبير ومتعدد إذا ما يجي شخص من هذه البيئة ويستوعب خصاصة ويتحرك بتجاه المثقفين أنا اقترحت على حد الأخوان لما رشح إلى وزارة الثقافة في مرحلة ما قلت له يا عزيزي أول خطوة عليك أن تصنع مجلس استشاري من الدباء العراقيين والمثقفين ليكونوا عونك في عملك شكرا جزيلا والله حوار أنا استمتعت به هذا الحوار ما أدري بعد المشاهدين شكرا لكم مشاهدينا الكرام انتهى وقت البرنامج الشكر وموصوله لضيوفنا في الستوديو الأكاديمي والناقد الدكتور علي حداد والرواية والكاتبة عالية طالب والشاعر خضر خميس شكرا لكم للمزيد من المعلومات ترسلونا على البريد الإلكتروني الظاهرات في الشاشة شكرا لكم في مالا